اشتركوا في القناة على تويتر قالوا ان لويس ميكسوني اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم الجديد والادارة تكسف محاولتها من اجل تسويق اللعب والبحث لها عن عرض مناسب سواء عن طريق البيع النهائي او الاعارة مثل ما حدث مع آليو باجي او مع والتر بواليا على حسب مصادرهم يعني ان المسؤولين في الاهل يروا ان ميكسوني فشل في تقديم اوراق اعتماد ما يشفع له للتواجد في التشكيلة الاساسية خلال الفترة اللي جاية ومن الافضل البحث عن عناصر جديدة لدعم الخط الامام للفري في الفترة المقبلة هنا عند جزئيتين اولا لويس ميكسوني عنده اصابة في الفترة الحالية والاصابة دي اعتقد مساحة من الوقت ممكن حوالي شهر ونصة او شهرين فبالتالي فكرة ان هو يلحق يلعب مباريات في الموسم الحالي قبل الانتهاء منه يوم 30 اغسطس هتبقى صعبة شوية ولو شارك ممكن يشارك في الاسبوع الاخير او اخر 15 يوم من نهاية الموسم وده بيتوقف على وجهة نظر الجهاز الفني وقتها دي جزئية الجزئية التانية التفكير في التعاقد او رحيل اي لعب اجنابي بيبقى مختلف تماما عن فكرة اللعب المحلي يعني اللعب الاجنابي اللي ما بتاخد فيه قرار بالاعارة او البيع بتباليه حسابات هل عندك البديل المناسب هل عندك فرصة انك تنهي صفقة في نفس المكان بلاعب اجنابي اخر افضل من اللاعب المتاح الكلام ده عشان يتم حاسمه صعب دلوقتي لكن هتبدأ مؤشراته تظهر خلال الشهر اللي جاي بنسبة كبيرة خاصة ان عدد الاجانب اللي عندك متاحين بعدد معين خمسة ولو هتتحرك هتتحرك في الخمسة العدد ممكن يزيد صعب جدا العدد ممكن يقل سمعين كلام بيتقال كده ان ممكن الاجانب يقل العدد من خمسة لأربعة او تلاتة برضو عدد الاجانب لو قال لو الكلام ده صح او المصادر اللي قالت الكلام ده كانت بترمي براليونات اختبارة عشان تشوف ردود الافعال لو الكلام ده حصل برضو هتعيد صياغة فكرة انك تجيب لعيب اجنابي كل دي امور بتبقى على الترابيز الناس بتوقع تفكر فيها قبل ما تاخد القرار لكن كورة بلس كان بيفكر في شهرين تلاتة جايين ايه اللي ممكن يحصل وانا في القرى تحديدا عارف ان كل ساعة فيها متغيرات كل دقيقة فيها جديد المطش لوحده لو لعب اللاعب مباراة مميزة الصحافة نفسها بتغير وجهة نظرها وكلامها من اللي كتابته النهاردة على امبارح او ممكن تكتبه بقر طيب يلا قرى بيتكلم على طاهر محمد طاهر وانباركت فيه مباراة ودية مع فريق قوات الدفاع الجو انتهت بفوز الاهلي بخمس اهداف مقابل لا شيء لكن طاهر ملعبش المباراة مصدر بالاهلي ليلا كورة قال ان غياب طاهر محمد طاهر عن ودية الاهلي والدفاع الجوي كانت بسبب اجهاد عضلي شديد وبالتالي فضل الجهاز الفني ان هم يريحوا اللاعب عشان ما يكونش فيه تفاقهم لاصابة في ظل ان فيه ضغط مطشرة الفترة الجاية فبالتأكيد الجهاز الفني محتاج يطمئن على كل اللاعبين طيب نروح ليه خبر تاني ومتعلق به محمود متولي حساب اليوم السابع على تويتر بيقول ان محمود متولي لا يعاني من فيروس كورونا واسابته نازلت برد عادية على فكرة جماعة مش اي نازلت برد على طول تعتبرها كورونا يعني ما ياسر ابراهيم المنتخب ما استدعوش في اللحظات الاخيرة وما سفرش معاهم لمطش اسيوبيا بسبب نازلت برد فبالتالي محمود متولي ما عندوش كورونا والنادي الاهلي اكد ان ما فيش كورونا ولو في كورونا هيتم اعلانها ما حانتش هيخبي حاجة زي كده لكن نتمنى ان شاء الله محمود متولي الفترة الجاية محتاجين نشوف بقى في المطشاط لان محتاجين نركز مع كل عناصر اللي عندنا لان عندنا مطشاط صعبة وفي ضغط كبير جدا فمحتاجين نستفيد بياسر وايمن ورامي ومحمود متولي ونستعدة بدري بنون مهم جدا في الفترة اللي جاية طيب المصر الرياضي نقلا عن صحف عربية هو الخبر مش على عهدة المصري الرياضي لكن المصر الرياضي في حسابها على تويتر كتبوا ان الاهل يقترب من ضم احمد الكندوزي لاعب الوسط المدافع بالفريق القروي بنادي وفاق ستيف بعد تقلق اللاعب اللافت خلال مشاركته مع فريقه في دوري ابطال افريقيا وقالوا ان توصل مسؤول القلعة الحمراء برئاسة الكابتن الخطيب مع رئيس وفاق ستيف على مبلغ مالي يقدر بمليون وخمسمائة الف دولار للتعاقد معاه وقالوا ان الاهل يسعى لضم اللاعب بعد اقتراب المالي من الرحيل طيب هو انبارح كل الصحف الجزائرية نقشت واتكلمت على فكرة ان زيارة حكيمها السرار رئيس نادي وفاق ستيف لمقر نادي الالي في الجزيرة واكتماعه مع الكابتن محمود الخطيب هو امر متعلق بصفقة اللاعب الجزائري احمد الكندوزي اللي هو يكون موجود في النادي الاهلي طبعا الكلام ده عاري تمام من الصحة ولم يتم التطرق لهذا الامر بشكل رسمي ولا بشكل معلن الامر كان ليه علاقة بترتيب اتفاقية التوأمة اللي تمت بين الاهلي ووفاق ستيف في الفترة الاخيرة وكان فيه اهتمام من رئيس نادي ووفاق ستيف ان يكون موجود في القاهرة ويكون فيه زيارة ودية مع النادي الاهلي ويلتقي برئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب وعلى الفور حتى كان فيه زيارة وجولة داخل مقر النادي وتحديدا فيه قطاع الكورة زيارة ملعب التيتش زيارة المقر الرئيسي لفريق القورة والمدرج الخاص بملعب التيتش وكمان كان فيه اهداء من الكابتن محمود الخطيب بالتيشيرت الخاص بالكابتن محمد الشناوي حارس الفريق وكابتن فريق النادي الاهلي فبالتالي الزيارة كانت زيارة ودية توطيط العلاقات مع الاشقاء في الجزائر تبادل الخبرات والاستفادة بهذه العلاقات القوية مع المسؤولين في الجزائر خاصة فريق وفاق سطيف الجزائر اللي بتربطه علاقات طيبة مع النادي الاهلي مش معنى ان فيه توقامة وفيه اتفاقية انه ممكن يكون بسببها فيه لاعب لو فيه لاعب النادي الاهلي هيعلم ونادي وفاق سطيف نفسه ممكن يعلم لكن يا دائما الصحافة بتكتهد وننتظر في الفترة اللي جاية كلموا عن ميكي سوني ممكن يكون فيه لاعب مكانه كلموا عن أليو ديانجا يرحل فييجي مكانه اللاعب الجزائري هنسمع كلام كتير ممكن نسمع كمان بدري بنون علي معلوم لسه مجدد فبالتالي الأخبار هتبقى مسيرة في الفترة اللي جاية في ظل قبل فتح باب الانتقالات الصيفية في أول شهر تسعة اللي جاية طيب موقع بطولاته آخر حاجة معايا في ترند الاهلي وليد العطار لموقع بطولاته والحساب الرسمي لها على تويتر بيقول مباراة الاهلي والبيرامدز في رابع نهائي كأس مصر ستلعب بتقنية الفيديو طيب ده كان تصريح قاله الكابتن آسام عبد الفتاح وأكده الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي وقال هيكون فيه تقنية الفيديو في هذه المباراة رغم أن الكاس السنة اللي فاتت في دوري الثمانية ما كانش بيقام بتقنية الفيديو لكن حصصية المباراة وأهميتها بيتحتم على التحاد الكورى أن يلعب المباراة بتقنية الفيديو لكن أتمنى مع وجود التقنية أن يكون تاقم تحكيم أجنبي في الملعب وفي تقنية الفار في هذه المباراة الحاسمة والمهمة زمالك فيه نهاية الكأس كأس الموسم الماضي أخرج للفاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف أخبار منتخبنا والترند المحل وباقي فقرات برنامج الترند